بسم الله الرحمن الرحيم أهل وسهلا بحضراتكم وتطبيقات لدورة التحليل الرقمي الاحترافي دي طبعا ده بعض التطبيقات مش هنعرض كل التطبيقات دي هتكون محاضرة إن شاء الله مجانية لإخواننا اللي موجودين في القناة وأيضا لإخواننا الدرسين في دورة التحليل الرقمي الاحترافي أحب أبشركم إن شاء الله إن هذه الدورة هتكون أساس قوي جدا لكم إن شاء الله الشهر المقبل هنزيد من عدد المحاضرات بشكل غير طبيعي إضافة إلى الاستراليجيات المتقدمة طيب خلينا بقى نتكلم واحدة واحدة عن ظروف السوق الحالية أي تحليل فني أو أي تحليل عموما كانوا بيعتمدوا زمان على إيه يقول لك فكرة المدى أو النطاق النطاق التحرك ودي كانت فكرة إحنا درسناها مع بعض في التحليل الرقمي أصدقائنا الدارسين قلت لك هي فكرة مغلوطة فكرة هتوقعك في خطأ فادح في المتجر معنى إيه؟ معنى مثلا أخونا يجي مثلا يرسم نطاق تحرك للبوندلار فيجي يعمل مثلا 144 يقول لك هو لن يتجاوز ال 144 تمام؟ آدي 144 وآدي 144 آهو قمة وزهب لأسفل بعد كده لم يستطيع فعلا تجاوز ال 144 وهنا يقول لك الدعم والله ممكن تعملها 120 أو 118 مفيش أي مشكلة تمام؟ ممكن تعمل هنا 120 آه 12000 ويقعد يقول لك والله هو بتحرك بص من 2016 حتى 2021 وبداية 2022 هذا التحرك من هو بتحرك من 144 حتى آآ يعني 12000 ل 14400 فهو بتحرك حوالي 2400 بيب فيبدأ يرسم المناطق الشرائية والمناطق البايعية يقول لك والله كلما اقترب من ال 12000 أنا هشتري وكلما اقترب من ال 14400 أنا هبيع يبقى عنده زون بيعي وعنده زون شرائي هذه الفكرة احنا قلنا ان هي فكرة جيدة لبعض الوقت طبعا ده وقت طويل ده وقت طويل ان انت بتتكلم من 2016 حتى بداية 2022 انت بتتكلم في 6 سنوات فلو واحد فعلا اشتغل في 6 سنوات بهذا المنطق اعتقد ان هو هيربح تمام؟ طبعا ده المستوى الشهر لكن هذا الشغل او هذا النمط من الحركة زي ما احنا قلنا في الدورة تغير تماما ما بقيتش الدنيا سهلة كده اصبحت ازواج العملات والمؤشرات تأتي بجديد سواء قمم جديدة او قعان جديد ولك ان تتوقع ما هي القمة القادمة او القاع المقبل عليه زوج العملة ده شيء صعب جدا واذا كانت بعض الازواج لم تأتي بجديد فانها في المستقبل ستأتي بجديد واحنا شفنا مع بعض الدولارين ابرز الازواج اللي هو اتى بجديد من منه كان يتوقع هذه الحركة الحركة المفرطة للغاية للدولارين ووصوله لمستويات ال 145 145-89 تمتخيل؟ يعني هو وصل ل 145-89 اه ده يعني لو كنت حدست احد المحللين الكبار عن الدولارين وهو في مثل هذه المستويات وقلت له والله انا شايفه ممكن يروح اه لمية 43-142 ده اكيد هيعملك بلوك اكيد هذا المحلل سيقوم بعمل بلوك محترم لساعتك ليه؟ لان برضو الدولارين قعد فترة زي ما انت شايف يعني ممكن تقول ادي هنا تقدر تقول 100 تمام؟ هنا مثلا 100 اه دي مستوى المئة مستوى المئة ده حافظ عليه كام؟ من 2014 من 2014 كلما اقترب من مستوى المئة يرتد تمام؟ وكانت الكمم كانت عندي كام؟ كانت 124 124 وبعد كده اصبحت 118 يعني هنا مثلا هنقول 125 اي دي هنا 125 تمام؟ خليها 125 اي وهنا مثلا نقول 118 تمام؟ دي الكمم اللي احنا كلنا مشينا وراها يعني كانت الكمة الاول 125 وبعد كده هو بقى شغل في هذا النطاق من 100 الى 118 او حتى ما يقتربش حتى من 118 يروح مثلا يزب الى 114 55 وبعد كده يهبط قبل المئة يروح صاعد تاني قعد كده كتير قعد من 2016 ايضا الى 2022 في بداياته تمام؟ وبعد كده عمل الحركة الغريبة والعجيبة في تاريخه يعني في تاريخه كله لم يأتي بمثل هذه الحركة اذا نمط ومدى الحركة اختلفوا وعلشان اختلفوا لابد ان استراتيجات المدى اختلفت هي الاخرى طالما نمط الحركة اختلفوا ببساطة شديدة طول عمرك تشوف الدولار ين بيعمل الشكل ده لكن عمرك ما شفته بيعمل الشكل ده طالما الشكل ده اتغير معاك يبقى تعرف ان الاستراتيجيات اتغيرت اللي انت كنت بتشتغل فيه في الست سنين لم يعد صالحا في الدولار ين حاليا تشتغل معاك ازاي وهو ده اللي احنا درسناه طوال الفترة الماضية اكتر من حوالي سبعة محاطرات عن مفهوم المدى التاريخي يعني ايه مدى تاريخي مدى تاريخي بتأتي بي يأتي بي السهم او تأتي بي زوج العملة لاول مرة ازاي تقدر تتعامل مع مفهوم المدى التاريخي لان المدى التاريخي ده داخل في تكوينه سايكولوجيات المتجرين سايكولوجيات المتجرين هي اللي صنعت المدى التاريخي لكن خلي بالك صانع السوق هو الذي دبر لإيه لمسألة المدى التاريخي صانع السوق وطبعا جموع الشعب العامل بيدخل وطبعا سايكولوجيات متجرة يقدر ان هو يدخل ما يسمى بالقطيع علشان ان هم زي بيقولوا ايه يزبطوا الدني ده طبعا في سوق الاسوم سوق الاسوم يقدر يعمل الكلام ده لكن في سوق الكريبتو او سوق العملات عموما سوق الفوركس بيكون الموضوع صعب لان الموضوع بيكون سياسات بقى بنوك مركزية وسياسات اخرى فبيكون الموضوع مختلف تمام اذا نمط ومدى الحركة اختلفوا طيب اختلفوا ليه يعني لو ذهبنا للباوند دولار هقدر اقولك بساطة ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي غير وجود بريطانيا في الاتحاد الاوروبي لابد ان شيئا قد تغير ومن ثم طالما تغيرت الظروف سواء الظروف الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية لدولة ما لابد ان يختلف الشرط لازم الرسم البياني يبدأ يحدث البيانات لكن للأسف الشديد البعض بيعتمد على ما يسمى بالاخبار الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية المؤشرات الاقتصادية ما تقدرش تعتمد عليها في الشورت تيرم تعتمد عليها في اللونج تيرم تظهر معاك في اللونج تيرم ما تظهرش في الشورت تيرم تمام الشورت تيرم ممكن خبر ما فخبر يوم تمام لكن على المستوى الطويل ده ممتاز جدا في البعض بيستخدم استراتيجية ممتازة جدا وهي اعادة الاختبار على الكمة السابقة يعني مثلا واحد شاف ان دي كان ده كان تصحيح طبعا تمام وعمل كمة قرب ال 144 وال 145 روح صاحبنا عامل ايه يقعد منتظره اللي هو ايه يذهب مرة اخرى له هذه القمة وروح بايع بحيث ان البريك اوت الخاص به اا يكون قليل تمام بحيث اللي هو اا يهبط به هبوط اا كبير جدا او انه يشتري قرب القاع ويعمل برضو اا اقاف خسارة بس يكون بعيد ليه عشان يتجنب ما يسمى بالفالس بريك تمام يعني مثلا هنا هنا صاحبنا ده اشترا فلو ما قفلش هنا هتبقى عنده مشكلة طيب افرض الراجل اللي هو جيه اشترا هنا عمله فالس بريك يعني الاشترا عند ال ال 12000 بص عمله فالس بريك لغاد فين 11400 صوته ميت ديب متخيل على الشهري هو الراجل شافه عند ال 12000 فقال لك والله اا علي يوسف يتكلم صح اا ده كل مرة يرتدي من ال 12000 اا دي مرة اتنين تلاتة فهو شكله كده مش هيكسر ال 12000 اول ما قال بسم الله رحمن رحيم وراح داخل راح دعا على علي يوسف وامثاله منك لله يا بعيد ده انا دخلت برجل اليمين وما شوفتش بعدها فاهم هي دية اللي احنا بنتكلم عنها مرارا وتكرارا ليس معنى ان وجود دعوم اا يعني تأتيك كده في الشرط ان ده دعم يا جماعة لا يوجد ما يسمى بدعم ومقاومة مفيش حاجة اسمها دعم ومقاومة ايه ده معقولة ازاي يا سيدي الدعم ده هو اللي بيصنعه ليك صانع السوق طول ما صانع السوق راضي عن هذا الدعم بيخلي لك الدعم ده زي الفل وحديد ليه عشان يستغلك استغل القطيع للاسف الشديد تمام عشان يعمل ما يحلو له صانع السوق للاسف انت بتحاربه بادوات من صنعه لان كده اا كنا انا منتكلم مع الدرسين في التحليل الرقمي قلتلك انت بتدرس حاجة متقدمة تمام حاجة مش شايفها صانع السوق بعكس التحليل الفني اللي الكتب بتاعته مرمية فصانع السوق عارف كل الاستراجات وعارف كل الادوات اللي انت اا هتعملها كل حاجاتك مكشوفة ليه لكن التحليل الرقمي غير مكشوف وبالتالي التحليل الرقمي انت هتقدر يكون عندك رؤية مختلفة رؤية مختلفة طيب خلينا في الحاضر سيبك من الماضي انت شايف رؤية مختلفة في الباون دولار نعم يا سيدي اجل شايف رؤية مختلفة طيب تقدر تعملها ازاي هقولك تعملها ازاي سيبك بقى من المية وعشرين والمية أربع واربعين خلاص ده زمنهم اا راح ضاعة تمام خلينا بقى نشوف الشرط كده هو طبعا ده ده قاع اا جديد تمام وده برضو هندرسوا اا القاعان التاريخية هنا حتى القاع هنا كام لأ مفيش ما مجابش القاعة ده لم يأتي بهذا القاعة تمام طيب تقدر تدرس القاعة التاريخي ده ازاي ما رأيك في هذا الرقم عشرة ثلاث ستات عشرة ستمية ستة وستين لو تم الافتتاح الأسبوعي أو اليومي أسفل هذا الرقم رحنا في خبر كان تمام طيب اليومي اليومي بيكون تحذير لكن مهم جدا أنه يكون على المستوى الأسبوعي تمام؟ لكن اليومي ده هيكون مجرد تحذير لكن المهم للأسبوع افتتاح وأغلاق أسفل عشرة ستمية ستة وستين لو قصر الباون دولار عشرة ستمية ستة وستين ده هيروح يعني في خبر كان يبقى مخاطرتك عشرة ستمية ستة وستين كام من عشرة تمنمية وخمسين فأنت بتتكلم أقل من متين بيب طيب الطارجت الخاص بك الطارجت من خمسمية إلى ألف من خمسمية نقطة إلى ألف نقطة فأنت لما تقول لي مخاطرتي متين نقطة ومقابلها من خمسمية إلى ألف نقطة زي الفل لك كالي بيلك بقى إحنا بندرس مع بعض ونفتح مجال النقاش أي تحليل في العالم يمكن ضربه بما يسمى الفوضى السعرية فوضى السعرية دي بتأتي عبر الأخبار والأحداث المرعبة يعني سعبتك لو أنت داخل لسه سوء الفوركس ستصاب بالرعب والرعب سيزداد يا صديقي كلما زداد العلم كلما أنت تكون عندك علم بزيادة كلما تترعب أكتر كلما تخاف أكتر يعني الحمد لله أنا طبعا الحمد لله أعملت أربع كتب في التحليل الرقمي لذلك أنا مش خايف أنا مرعوب ما يحدث في الشرط يدعو للرعب هذا يحدث لأول مر الأحداث التي تحدث الآن تحدث لأول مر بولاتيلتي غير طبيعي حركة ونمط غير طبيعي وبالتالي أتوقع وجود انزلاقات سعرية وجود أرقام خيالية في أزواج وعملات كثيرة طيب ويمكننا احنا تكلمنا عن الحالة دي قبل كده في أول السنة قلت لك هيحدث كذا وكذا ونسا ما صدقتش قلت لك هيحدث انهيار لي اليورو دولار وهيحدث مش عارف ايه كل الكلام ده والناس وقتها في البعض يعني دخل كده وقال لي يولاد كذا ويولاد كذا وبعد كده خرق انت فاهم؟ نزلت فيديو كده تحليلي فدخل ومن ساعتها ما رضيتش انزل فيديوهات تحليلي انا كل ما نزل فيديوهات تحليليه واحد يدخل يقولي اولاد كذا فهتعمل ايه؟ هي ده المشكلة في الوطن العربي لا يوجد الرأي والرأي الاخر لابد اللقاء الرأي الاحادي تمام؟ هي ده المشكلة ومهما كنت خبير ومهما كنت لديك كتب ودورات وحاجات وش عرف ايه انت قليل او يقصد السوق انت قليل مين قالك ان انت تمتلك اليقين التام لا يوجد احد في العالم لديه اليقين التام علي يوسف او غيره ما يقدرش يقولك قاع الباوند دولار هقوله لك ازاي ولا في طبق اليوم درسته ولا في طبق اليوم هجيبه لك ازاي القاع يا سادة يا كرام لا تعرفه الا عندما يحدث يعني واحد واقف في الشارع وساعدتك في البلكونة فوق فانت نظرت اليه كده من فوق فوجدته ايه؟ على الشارع تمام؟ فانت خلاص انت عرفت ان الراجل ده واقف فوق الارض في الشارع كده انت عرفت تمام؟ فخلاص الارض دي بتمثل الدعم الدعم اللي هو الصلب اللي عنده تمام؟ هيا دي الفكرة واحد برضو واقف في الشارع فشايف اخونا ده في عمارة كده برج اربعتشر دور فهو شايفه في الدور الاربعتاشر فخلاص هو عارف اللي هو صاحبنا ده في الدور الاربعتاشر خلاص دي فكرة الدعم والمقاومة مش هتشوف المقاومة يعني مثلا هنا مش هتشوف دي مقاومة الا بعد ما تنتهي يعني بعد ما الشمعة دية تنتهت تلاقي واحد جالك هنا يقولك يا ده انا كنت والله هنا هو يبيع هنا والله يا راجل او والله بس مش عارف ايه حصلت لي الظروف فما قدرتش هبيع تمام؟ ده انا ده كنت هبيع زي احد الاصدقاء اتصل بي فقال لي والله يا استاذ علي كنت هبيع البيتكوين عن تسعة وستين الف طلوه ايه اللي منعك؟ حاجة عجيب ايه اللي منعك؟ صبرت ليه لغاية ما بقى بعشرين الف قال لي مش عارف والله حصلت لي الظروف ومش عارف روحتي ايه وعملت ايه؟ قلت له ماشي ما هو ما نزلهاش مرة واحدة ما هو اكيد يعني تسعة وستين رح نازل لربعة وستين وبعد كده ارتد وبعد كده نزل ايه اللي منعك؟ يعني ايه هي دي القضية انت فهب؟ فاسواق المال فيها فرص بس الفرصة للأسف الشديد قد تأتي من خلال الخوف يعني اسواق المال اكبر فرص فيها بتكون وانت مرعوب وانت اصابك الرعب وعندك شك رعب وشك لازم يشككك يشككك في تحليلك مهما كانت قدراتك تمام؟ يعني الباوند دولار دلوقتي اغلب المحللين وكبار المحللين دخل جواه الشك ايه ده 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 فيه صورة في بريطانيا ده ممكن ينزل لكام يفضل بقى يقولك ايه؟ هدي المشكلة اللي هو معلقين قرة القدم اللي هو شاف الباوند دولار هابط يقعد يقولك مستهدفات هبوطية شاف الباوند دولار صاعد يقعد يقولك مستهدفات سعودية المسألة مش كده المسألة مختلفة انا عايزك تقولي نظرتك المختلفة يعني لما تيجي تقولي اه الباوند دولار يا اخي عند 10.666 تقدر تكون مراكز شرائية بالقرب منها علشان هيصعد 500 الى 1000 بيب كده ده تحليل ده كده تحليل لكن هتيجي تقولي اه انا شايفه بيع طب بيع ليه؟ بيع ليه؟ ده بيع ده مصيبة ده انت ممكن واحد ييجي بيع عند 10.58 يقوم صاحبنا ده يرتد 400 بيب خلاص شكرا هي دي بقى صانع السوق بيهيئك لمسائل سيكولوجية صعبة جدا ايه ايه؟ اول حاجة ايه هو اسواء المال اللي بينجح فيها مين؟ هو صاحب القراش الراجل اللي عنده قراش تمام؟ فانت محلل وهذا متاجر مين اللي عنده قرار؟ مين اللي عنده شجاعة اتخاذ القرار؟ ممكن تكون محلل ناجح جدا لكن تاجر فاشل مش قادر تاخد القرار بتحلل بشكل صحيح لكن مش قادر تاخد القرار ولو اخدت القرار ممكن مثلا محفظتك بعشر تلاف دولار تجد نفسك بتشتري مثلا الباوند دولار بواحد دولار والله العظيم ليه يا اصدقاء بيعملوا كده؟ يقول لي يا استاذ علي انا الحمده لا غامرت طوله غامرت عملت ايه؟ يقول لي مثلا على صفقة زي الباوند دولار يقول لي انا دخلت بنص دولار اقول له بسم الله ما شاء الله ده ايه ده يا راجل ده؟ انت بشايف ان دي مخاطرة عالية قوي قال لي يا سيدي ما هو لازم الواحد يجازف طيب ودخلت بنص دولار ده ايقاف الخسارة بتاعك كام؟ يقول لي حوالي عملها 200 بيب 300 بيب ايه رأيك؟ عملها 200 بيب او 300 بيب؟ اقول له طيب هما بيميلوا للايه؟ ايقاف الخسارة يكون بعيد يعني النوعية ديت في المتاجرين بيميلوا ان هو مثلا يعمل ايقاف خسارة 300 بيب يقول لي انا كده هخسر يعني اقول ما يعادل 150 دولار ايه رأيك؟ تستحق الصفقة دي ولا انا تهورت؟ فدي نوعية من المتاجرين وهم اغلب المتاجرين اللي بيستمروا في السوق لكن بيستمر بلا جدوى يعني ايه بلا جدوى؟ رجل عشر تلاف دولار فهتلاقيه كل سنة يعمله خمس تلاف دولار عشرة زيهم هو بالنسبة له قويسي تمام؟ واحد تاني يقول لك والله يا استاذ علي يكون محفظته 200 دولار يقول لك ايه رأيك يا استاذ علي؟ اشتري عقد ستاندر عند عشر تمنمية خمسية 200 دولار بصي المحفظة المتان دولار عايزي اشتري عقد ستاندر ليه؟ اصلي الرفعة مش عارف واحد لتمنمية ماسر وانا خلاص ناوي ان شاء الله اشتري عقد ستاندر واجازف في هذه الصفقة ينهر ابيض عقد ستاندر في حساب بـ 200 او 300 دولار؟ ليه؟ يعني فهي دي نوعية المتجرين واحد لا يملك شيئا او يملك امواله بسيطة جدا لكن هو مقصدوش غير انه يلعب المجاسف يلعب المقامرة تمام؟ حسابه اصلا يعني عايز دعوات ده مش عايز ارباح ده عايز الناس تدعيله مش عايز ارباح ده عايز الناس تدعيله كده ليل ونهار علشان ربنا يكرمه ويربح والراجل اللي هو بيدخل بـ 300 او 500 ده بيتعذب عذاب السنين يقعد يكسب 10 دولار يخسر 7 دولار يكسب 8 دولار يفضل كده يكسب يخسر يكسب يخسر يقعد بعد السنتين كده يبص في الحساب فيلاقيه كما هو اما انه 500 او 400 طب انا عملت ايه؟ فيبدأ يلجأ بعد كده للمغامرة للمجاسفة في الحساب قالك الشغل الهادي اللي احنا بنعمله ده ما جابش نتيجة خلينا بقى في المجاسفة يوم يخسر الحساب هي دي اللي بتحدث المشكلة اللي بتحدث في سوق الفوركس لان سوق الفوركس لو انت اشتغلت فيه على الهادي زي ما بيقولوا هتكسب منه مش اقول لك انا ليه اصدقاء فعلا محافظهم عشر تلاف و عشرين الف بيكسبوا لكن محفظة كبيرة محفظة تتحمل التراجعات كلمة السر التراجعات طالما ان محفظتك المالية تتحمل التراجعات خلاص علشان كده شركات التمويل لعبتها صح هو عارف ان انت ايه التراجعات ديت هتحكمك و انت مش تعرف تسيطر على مشاعرك و اهوائك تمام مندفع انا عارفك مندفع طول عمرك فها تخسر هي دي يقول لك والله ده انا هاعطيك مئة الف ولا بيعطي مئة الف ولا حاجة ده الحد اليومي للخسارة خمس تلاف دولار تمام كأنك بتشتغل في محفظتك بخمس تلاف دولار و زي ما بقوله الاستوب قاوت مئة بالمئة يعني كأنه معطيك محفظة بخمس تلاف دولار و ليست بمئة الف تمام طب انا افتح محفظة بخمس تلاف سوق الفوركس افضل لا شركة التمويل افضل احنا محتاجين حد يرشدنا انت مفترض تشتغل ازاي محتاجين حد كل شوية يضع لنا قواعد و احنا لو كنا نجحنا في شركات الفوركس ما كنا لجأنا الى شركات التمويل و احنا هندحك على بعض احنا بقى نقدي ايه في الفوركس و عمالين نلف في ساقية نلف في ساقية تمام يعني انا لو معايا مليون دولار من الفوركس هفتح قناة واقعد اهاتي مش اقعد اهاتي مش اقعد بقى اقولي يا جماعة و مش عارف ايه والمقال اسم ان اكسبت من الفوركس صح؟ لا ما اكسبتش انا اللي عملته ان انا كنت بكسب حاجات بسيطة يعني كنت مثلا افتح حساب بقى 2000 دولار فاجد نفسي اه كنت بكسب يعني عشان بس ايه الواحد يعني من لا يشكر يعني حرام يعني اه كنت بكسب مش هقولك ما كنتش بكسب لا بكسب 2000 دولار و 3000 دولار و 1000 دولار والحاجات دي واسحبها بالنسبة لي كعلي يوسف ممكن اكون جاحد اه ممكن اكون طماع اه ممكن انا انا شخصيا بصرف بصرف كتير ف1000 و 2000 دولار والكلام ده مش هينفع معايا مصاريفي كتيره مش هينفع معايا المصاريف اللي اللي انا اعمل محفظة ب 2000 واكسب 1000 انا باعتبرهش مكسب انا كعلي يوسف لاني باخدها باسحبها وبصرفها زي ما قلتلك لاني انا تحسين لمستوى الدخل اقعدت كتير اقعدت كتير اقعدت سنة اثنين تلات اربعة عشر سنوات عمال كل شهر اه بتلاقي خمسمائة دولار الف دولار طب وبعدين هتعمل ايه فين الحرية المالية اللي كانوا بيوعودون بيها ولا حرية مالية ولا حاجة انت كل المسألة انك بتكسب تمام اه فيه استراتيجات كثيرة جدا بتعرف من خلالها اللي انت تكسب لكن بتكسب مكسب بسيط لا يؤدي او ما بيوصلكش لحالة الرضا ان انت يكون عندك حالة من الرضا تمام طبعا انا كنت بكسب زمان لما كان سعر الدولار بقى بسبعة جنيه وثمانية جنيه في مصر فكانت الامور يعني سيئة يعني لما كان الدولار بسبعة جنيه في مصر كنت بكسب ألف دولار فسبعة تلاف جنيه هتقول لي اه سبعة تلاف جنيه في مصر كان وقتها لأ سبعة تلاف جنيه راحوا جم هم سبعة تلاف جنيه هم سبعة تلاف جنيه فهي دي المشكلة تمام اه الدولار عالي اه تمام الدولار عالي ما الاسعار عالت الاسعار عندنا في مصر اه فيه تضخم فأصبح لو أنت مثلا ربنا قرمك أنا بقى أتكلمك كلام بحقيقي ما فيش حد يقولوا الكلام ده لو بتكسب ألف دلار فأنت معيشتك هتلاقيها محتاج الألف دلار ديت معيشتك عشان تتم تحسين المعيشة عندك في مصر أنت بحتاج الألف دلار محتاجها، تمام؟ أنت ما عملتش حاجة كسبت عشرين ألف دلار ما بتكسبهمش مرة واحدة هي المشكلة في إيه؟ مشكلة الفوركس إن هي متقطعة إذا أرباح عندك متقطعة عارف لو تكسب مرة واحدة عشرين ألف دلار هتحس بيهم لكن إنت في حسابك الشخصي ما هو حسابك الشخصي ألفين دولار تلات تلاف دولار، كمس تلاف دولار هتلاقي نفسك تكسب ألف دلار خمسمائة دولار هيكونوا عبارة عن تحسين لمستوى المعيشة لكن ليس الرفاهية أو إنك هتعمل حاجة علشان كده كلنا لجأنا إلى إيه؟ إلى فكرة شركات التمويل شركات التمويل قسم مين؟ قسم اللي هو التقييمات وأنا بدأت أبعد عنه يعني رغم إنهم بيعطوا مصاري أكتر لكن أنا مش عايز حد يكبرني على حاجة مش عايز حد يقولي اعمل التارجد في وقت محدد بدأت ألجأ إلى شركات التمويل الفوري تمام؟ رغم إنهم بيعطوا 50% وفي شركة تعطيك 25% لكن إيه المانع؟ علشان تكون رأس المانع نحن بعيدنا خالص عن التحليل بعيدنا خالص نرجع للتحليل الثاني يبقى زي ما قلت لك الباوند دولار علشان تقدر تقول قاع تقدر تحدده اللي هو 10.666 طيب الدعم الثاني له ايه ده هو لا مش قوي كده 10.300 طبعا 10.300 ده إيقاف خسارة رسمي نظمي يعني ما مفهوش مفهوش أي حاجة ما تحاولش لو راح لـ 10.300 ده خلاص تمام؟ لكن هو إن شاء الله اه احتمال كبير إن هو يرتد بالقرب من 10.66 حتى لو قصرها هيكون يعني مش مش هيكسرها بكامل شمعة على المستوى الأسبوعي ممكن يكسرها على المستوى اليومي لكن مش هيكسرها على المستوى الأسبوعي يبقى أنت عندك 10.300 والـ 10.666 طيب ده بالنسبة للباوند دولار تعال بقى نحلل الحاجات التانية علشان برضو الناس تستفادوا النوزلندي دولار على المستوى الشهري برضو الناس كانت بتاخد النوزلندي دولاري يقولك إيه عند مستوى 7500 ممكن إحنا تناولناها في القرص أيضا قلنا إن المستوى ده مهم جدا وإنك تقدر تبيع عليه 7500 تمام؟ أه دي اهو وجرب عليه أكتر من مرة أه دي مرة اتنين جرب أهو والثالثة أهو وهبط هبوط كبير حتى أنا كنت قلت فيه الدورة اتفضلوا بيع يا جماعة بيع كنت منصح الناس يا سيدي بيع عند سبعة ابنتين ما تقلقش والله نازل تمام؟ دي ده الحد العلوي والحد العلوي ده هتلاقيه لغاية 2016 و2015 مستمر معاه اللي هي السبعة 500 تمام؟ فما أسهل التحليل طيب الحد الصفلي ده بقى المشكلة تمام؟ الحد الصفلي ده 5400 وخمسة الربعمية دي ما كانتش إلا في الأوين الأخيرة يعني هو كان قبل كده ده الحد الصفلي الخاص بيه اللي هو 6000 تمام؟ قعد فترة كده عند ال 6000 ما فيش أي مشكلة ما بيكسرش ال 6000 وبعد كده عمل بقى false break تمام؟ وزي ما بيقوله أرقام شازة أرقام متطرفة لا تعبر عن حقيقة العرض والطلب كلام ده كله احنا بنشرحه أربعة وخمسين خمسة الاف وربعمية تمام؟ طيب هنا بقى ديت القيمة الشازة اللي تحققت ديت وإحنا قلنا إنها قيمة شازة لا تعبر عن حقيقة العرض والطلب وتقدر تعمل إيه مع القيمة الشازة ديت؟ إيه الاستراتيجيات اللي انت تقدر تستخدمها مع قيمة أنت وجدتها أنها قيمة متطرفة عن متوسط الحركة وعن منظومة العرض والطلب تعرف تعمل معها إيه؟ تمام؟ فأنت كده شايف الرؤية على المستوى الشهري أنه بتحرك من 7500 إلى 5400 يعني كام؟ ألفين ومئة بيب ألفين ومئة بيب تقعد بقى تستعجب هي الناس بتخسر ليه؟ بيخسروا ليه؟ طالما الموضوع سهل كده ده من حوالي ست سنوات وهذا الزوج بتحرك ألفين ومئة نقطة فأنا قلاصة أنا عرفت عندي 7500 أنا بائعاً لو شفته عندي 7200 هبيعه لو شفته عندي 7000 هبيعه ولو شفته أرب الخمسة وربعمية هاشتريه الله طب ما هو الرجل خلاص قرب من الخمسة وربعمية هو أنا خايف ليه أشتريه؟ تهمت الحدة ديت؟ أنت مرعوب أنت مش خايف أنت مرعوب رغم أن شراء النزلاند دولار قد يكون هو يعني بمسامة النجاة بالنسبة لك أن أنت يعني ممكن تربح منه أرباح طائلة لكن خلي بالك بقى من كلمة لكن ديت أغلب العملات أغلب أزواج العملات مثل الدولارين الباوند دولار وغيرهم من العملات عمل قاع وكمم جداد يعني الدولارين عمل قمة جديدة والباوند دولار عمل قاع جديد طيب إذن النزلاند دولار بما أنه بطيء الحرق مش وارد أنه يعمل قاع جديد تهمت الحدة ديت؟ طالما أن القاع اللي هو خمسة ربعمية ده هو أصلا موجود قريدي طيب ما سهل جدا أنه يكسر ويذهب إلى قاع جديد تمام؟ فهو ده ده اللي أنت لازم تتوقعه أن زوج عملة المدى الخاص به هو في نطاق محدد ولكن أزواج عملات أخرى سبقته إلى التطوير والتحديث وعملوا كعان جدد وكمم جديد إذن وارد جدا أن النزلاند دولار يعمل هو الآخر قاع جديد طيب القاع بتاعه فين؟ هي دي بقى مشكلة النزلاند دولار ليه؟ نزلاند دولار الزمان كان عنده قاعان أسفل ده يعني إنت لو بصيت كده هتلاقي قاعان أهو عكس الباون دولار مش هتلاقي القاع اللي هو عمله أهو بص ده متدني أهو يعني في 2002 طبعا احنا متكلم في 2002 بس كان ثلاثة سبعمية وخمسين والكلام ده فمعنى أنه هو ثلاثة سبعمية وخمسين هو طبعا احنا كنا درسنا في التحليل الرقمي ان تعال بقى برضو لازم نقول التحليل الرقمي برضو شوية حاجات كنا قلنا ايه؟ ان انت ممكن تعمل نطاق عددي نطاق عددي احنا قلنا نطاق العددي ممكن يكون ايه؟ يعني ممكن قلنا الـ 1250 صح؟ ومضاعفات الـ 1250 يبقى ثلاثة سبعمية وخمسين لما تيجي تعمل ثلاثة سبعمية وخمسين كده كدورة رقمية لقيمة عددية ايه؟ انا عمال اصرب معلومات من دورة تحليل الرقمي لان احنا نويين نعمل نعمل محاضرات كثيرة جدا للفترة اللي جاية محتاجينها ايه دي ثلاثة سبعمية وخمسين تمام؟ هو لو انت دارس تحليل رقمي هتشتري هنا هتشتري عن ثلاثة سبعمية وخمسين تمام؟ وبعد كده ضيف 1250 عشان تروح للخمس تلاف منغشيشكو حاجات مهمة جدا تمام؟ ايه قادر خمس تلاف لو لاحظت عمل ايه؟ رحى وبعد كده ايه؟ ارتد بسيط وبعد كده صعت ولما صعت صعود كبير لما جيه جرب جرب على ايه؟ على الخمس تلاف ديف بقى 6150 يعني 1250 يبقى 6150 هتلاقي عشارتها على طول بص اغرب من الخال تحليل الرقمي ده اعلى حاجة ممكن تدرسه ايه دي 6150 اهو اعمل لك فالس بريك اهو وهينا بص جرب عليها فالس بريك وبعد كده ايه؟ رح ساعد صعود كبير اعمل بقى الـ 1250 تروح لي كام؟ بالزبط برافو عليك سبعة خمسمية ايه دي السبعة خمسمية بص جرب عليها ايه؟ ورحابت جرب عليها ايه؟ رحابت ويشتغل بص في القناة اهي والله القناة اهي؟ تمام؟ وبعد سبعة تلاف وخمسمية 8750 8750 أهي يا حاجة حاجة ولا في الخيال ولا في الأحلام أقسم بالله ولا في الأحلام سحر سحر يا بيه شغاله ما بين الكوناتين 7500 8750 حاجة بسيطة جدا من التحليل الرقم شغال ما بين 6250 حتى 7500 أهو الله العظيم أهو الله يا جماعة راح ل7500 هبط يبقى أنت عندك إيه بقى وفقا للتحليل الرقمي عندك الخمس تلاف فهمت اللي جبت لك إزاي يبقى وفقا للتحليل الرقمي عندك الخمس تلاف ده الدعم الرئيسي لنيوزلاند دولار اللي هو بقاله فترة ما عملش إيه ما قصرش الدعم الخاص بنطاق الحركة فهمت بقى الفرق ما بين النطاق الحركة والأرقام القوية احنا جبنا يعني دورة سعرية كده بسيطة علشان نطبق عليها وانت شايف اهو مدى احترامه والله شغال اهو تمام اه دورة سعرية شغال زي الفل هنا قصرها تمام ما قدرش أقول انه هو هيصعد إلا لما يصعد فوق الستة الف متين وخمسين طول ما هو كان أسفل الستة الف متين وخمسين أنا كنت بايع فيه تمام ده على طول حلال بيعه طيب هنا ممكن يذهب إلى خمس تلاف ممكن يذهب إلى خمس تلاف يبقى عندك خمس تلاف وربعمية وخمسين مثلا وعندك الخمس تلاف تقدر تشتري تمام بس ايه الستوب بلوز القاس بيك يبقى أوربر 5400 5450 تمام؟ قصرها يبقى أنت هتنتظر إيه؟ تنتظر إشارة الشراء عند الخمس تلاف تمام؟ لو كان بقى فيه واتيرة هبوط قوية في النوزلاند دولار إحنا حاولنا نعمل بعض التطبيقات البسيطة جدا لدورة التحليل الرقمي الاحترافي إن شاء الله ربنا يؤثر الحال وننفذ محاضرات كثيرة للفترة المقبلة لأصدقائنا الدارسين محاضرات خاصة طبعا عشان نواكب السوق أنا قلت لك الحركة تغيرت هقول لك بقى الاستراتيجات اللي أنت تقدر تواكب هذه الحركة وتقدر تشتغل رؤية تحليلية محترمة ويعني أعتقد أنها مش هتتقرر طبعا أنا كان أصدقاء كسرين طلبوا دورة تحليل الرقم الاحترافي أنا بعتذر لعدم قبول دارسين جدد يعني ممكن واحد يسمعني فيجد ده إعلان إدخل دورة تحليل الرقمي لو والله أنا قلاصة يا جماعة لم أعد أقدم دورة تحليل الرقمي الاحترافي أنا اكتفيت بالدارسين اللي معايا مش محتاج غيرهم هم دول اللي أعلمهم تحليل الرقمي في الوطن العربي لأن دورة تحليل الرقمي لا تقدر بمال يعني ما تقدرش يعني أنا أنا وصلتها لألفين وخمسمائة دولار لكن بعد كده قلت هي لا تقدر بمال وفقا لظروف السوق الحالية لا تقدر بمال أبدا فمش نوى بيحها مش نوى بيحها مجددا أجدب عليك لو أنا أعاوز أعلم حد جديد أجدب عليك في هذه المسألة فعذرا لذلك فإن شاء الله هحاول أعملك طبعا حاجات مجانية تساعدك لكن أصدقائنا الدارسين في دورة تحليل الرقمي حاولوا بقى معايا لأن الفترة المقبلة هتكون فترة صعبة جدا في الأسواق وعايز أعمل تطبيقات كثيرة شكرا جزينا وبتلفيه إن شاء الله